بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضرتكم صديقي العزيز أكيد شفت التصريحات بتاع أستاذ أحمد عبدالله عضو مجل صدارة الزمالك السابق مع إبراهيم في أكيد شفت أنت التصريحات دي أكيد أكيد تصريحاته كانت واضحة وصريحة بيتكلم في نفس الحكاية اللي احنا بيتكلم فيها بقى لنا سنين أن الزمالك بيحاول يتدعي دور المظلومية عشان ياخد حق أكبر من حقه هتقول لي يا معلم بتفكرني كده بماتش الصبر لأفريقيا لما اللعيم انسحبوا وقالوا أنهم مش هلعبوا بعد ضربة الجزاء وسبحان الله كسبوا البطولة صديقي ما هي دي بقى الحاجات اللي بتضحك أن أنت دايما بتحاول تثبت أن الناس كلها ضدك والناس كلها عاملة معامر عليك هتقول لي بس برضو مش زمالك لوحده متفق معاك في بعض الأهلوية بدأ يقولوا أن أصل المنظومة زمالكوية واصل المنظومة مش عارف هي واصل الحكام مع أنك خطة بطولات في نفس المنظومة دي وخطة بطولات في نفس الحكام دي بس كل واحد ما بيحبش أنه هو يقول أنه هو فاشل معلش ألم بتكسف الجملة إن أنا فاشل دي بنتكسف منها لازم يكون فيه زرف لازم يكون فيه حكام لازم يكون فيه منظومة أصل الشعب بيفرح لما الأهل بيكسب لازم بنتكيف قوي لما بنتحس أننا مظلومين ما هي سبحان الله حكتنا أكس بعض في المجتمع المصر ده يتحس بقوة مفروطة وهدوس على أي حد وهي حد هتكلم عن زمالك هنبلغ الدولة عنه يا أصل إحنا مظلومين والناس كلها جاية علينا يا بيدي أسوأ يا أنت قوي وبتاخد حقوق أكبر من حقوقك عشان أنت قوي يا أنت ضعيف وما بتاخدش حقوقك وظلمينك في حقوقك أنت بتاخدش حقوق رحاية مش عشان أنت بتدورش على رعاية ولا عشان أنت مثلا ما بتلتظيمش مع الرعاية لأ عشان الأهل يبوكالة الأهرام للإعلان إحنا مظلومين إحنا مظلومين في كل حاجة إحنا مش فشلة لا 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 إحنا مش جمهور كنا بنطبر لمرترى منصور صبح وليل وفجأة كنا بنهجمه لا 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 إحنا مش جمهور بنعمل كده خالص إحنا مش جمهور بنطبر أن جيكبالة عمره في حياته ما شتم ولا غلط في حجم يعني أنا عارفين أن جيكبالة كان بيغلط وكان بيشترب عادي المشكلة كلها أنت بتحط إطار غير حقيقي وبتحاول أن تتخلي الناس سدها لإطار غير حقيقي فبالنسبة لأصنعات أستاذ أحمر عبد الله حاجة انتهى رسة وعيشة 7000 مرة اللي هو أصل الضوء الثاني في 30 بنت بيكون مؤجلين ولو المنافس كسبهم هيكسب طب ما أنت عندك نفس المؤجلات لا بس المنافس لو كسبهم هيكسب طب ما أنت عندك نفس المؤجلات لا بس المشكلة كلها في المنافس وصلنا أنا باخد دوري أصلا أنا باخد دوري بالضغط على الحكام وباخد دوري عشان أنا بطل واستحق أن أنا كن بطل بس لما باخسط يو يا جيد عدد بلاها هي المؤمرات دي أنا نفسي في يوم من الأيام في الكرة المصرية اللي لايجب منظومة احترافية نفسي في يوم من الأيام نلاقي في حد بيترف أو بأخطأ ونفسي في يوم من الأيام نلاقي في تنفسية محترمة وفيه كرة قدم محترمة بتتقدم وفيه ناس بيتكلموا معانا في حاجات محترمة برا الملعب لكن للأسف الشريط طول ما هي ماشية كده طول ما هي دائرة كده وطول ما في جمهور بيصدق نظرية المؤامرة وطول ما في جمهور بيصدق ناس كتير جداً عاشوا وتشهروا على نظرية المؤامرة فهم بيشتغلوا نفسهم مع احترام الشريط لو الأهل والزمالك بيتظلموا أم الغازل المحلة والبلدية وإنبي وفاركو والفرقة اللي بتلعب درجة تانية وتلعب درجة تالتة دوله النظام بالنسبة لهم إيه أجد عم بطالوا كده بالله عليكم ما فيش حد في البلد يقدر يظلم لأهلي ولا زمالك فمش هنقدر نهزر مع بعض أجد منظوم الرئيسات في مصر حد يقدر يظلم أهلي أو زمالك بالعكس زمالك بياخد حقه أكبر من حقه وأوقات كتير جداً يعني مثلا الزمالك مديون للتحاد الكورة بس بيسجل لعيبته عادي الزمالك ماخدش رخصة من التحاد الكورة وعنده مشاكل مع لعيبة كتير بسبب الأواضي بس مع ذلك الزمالك بياخد رخصته في الاتحاد الأفريكي بس معلش اسحنا مظلومين يا هم مظلومي بس أنت صبع الفل صبع الفل يا معلم على الدماغ الحلوة العسلية اللي في الدماغ يعني أنت كل ده مظلوم؟ لا معلش أنا كل ده مظلوم يا جدع أنا باخدش نفس الرعاية اللي بياخدها الأهلي ظلم ده هو اللي مظلم طب معلش يعني وانت مشكلتك مشكلة فلوس؟ لا أنا مشكلت مشكلة استقرار إداري بس طب معلش مين اللي بيختار اللي بيديرنا للزمالك؟ لا أصلي مش إحنا ده الجامعية العمية طب معمين؟ هو أنا أنت ليه بتحاسبني على مشكلة وليه بتحاسبني أن أنت بتعوش تختار ناس بتدري نادي؟ لا أصلي معلش يعني الحاجات دي خارجة عن أيديه نخطيك شاطر بالنسبة للشخص والحاجات دي خارجة عن أيديه نها كانت درع وسائفة في يوم الأيام نفس في يوم الأيام حد في البلد دي حد في المنظومة الرئيسية في البلد دي يتحمل أخطاها زي بالضبط رئيس الاتحاد الكرة اللي مصر مرد بأسوأ فتراتها في عالم كرة القدم كمنتخبات طلب بيقولك أننا رجحنا بنسبة 85% أصلا هم غمصوش الفيلمية بس اللي فاشلنا فيهم يلا صباح الفل منظومة دي أمرها ما تتغير طول ما في ناس بدرنا النفس العقلية دي ترجمة نانسي قنقر